موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم طلاب وطالبات الصف التاسع الأساسي نلتق اليوم ودرس جديد من دروس الرياضيات للصف التاسع الأساسي موسيقى أعزائي الطلاب لقاؤنا اليوم بعنوان الزوايا المحيطية والزوايا المركزية طبعاً درسنا اليوم من وحدة الهندسة ما هي المهارات أحباء الطلاب التي نتعلمها في هذا الدرس لنرى معاً ماذا سنتعلم في هذا الدرس لاحظ معي المهارة الأولى أحباء الطلاب نتعرف إلى مفهوم الزاوية المركزية وأيضاً مفهوم الزاوية المحيطية والمهارة الثانية نستنتج العلاقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية المشتركة معها في نفس القوس والمهارة الثالثة هي تطبيق لمفهوم الزاوية المركزية والزاوية المحيطية في حل تمارين وأنشطة متنوعة الآن أحباء الطلاب انتبه معي جيداً إلى المفهوم الأول في درسنا اليوم مفهوم الزاوية المركزية لاحظ معي هي الزاوية التي يقع رأسها في مركز الدائرة وضلعاها نصف قطرين في هذه الدائرة إذن الزاوية المركزية مرة أخرى هي زاوية يقع رأسها في مركز الدائرة أحباء الطلاب وضلعاها طبعاً ضلعاها الزاوية يمثلان نصفي قطرين في الدائرة لنرى معاً أمثلة أحباء الطلاب للزاوية المركزية بعض صور الزاوية المركزية لاحظ معي الشكل الأول لاحظ معي الدائرة ميم أحباء الطلاب لاحظ هنا سنقوم بتمثيل زاوية مركزية لا بد أن يكون رأس الزاوية هو مركز الدائرة وضلعاها أحباء الطلاب أي الضلع الأول والضلع الثاني هما أنصاف أقطار في الدائرة إذن نقوم برسم نصف قطر أول لاحظ معي هنا الضلع الأول هو نصف القطر الأول هو لام ميم والنصف القطر الثاني أحباء الطلاب انتبه معي جيدا هو نون ميم إذن لاحظ معي أن مركز الدائرة هو رأس الزاوية ولاحظ معي أن الضلع الأول لام ميم يمثل نصف قطر في الدائرة والضلع الثاني للزاوية ميم نون أيضا يمثل نصف قطر في الدائرة إذن مباشرة نقول زاوية أحباء الطلاب لام ميم نون هي زاوية مركزية هي زاوية مركزية انتبه جيدا معي إلى هذا التفسير مباشرة نقول واحد رأس الزاوية هو مركز الدائرة وهو النقطة ميم كما ترى معي على الشاشة أما أحباء الطلاب الضلع الأول هو لام ميم أو ميم لام يمثل نصف قطر في الدائرة ميم انتبه جيدا إلى الضلع الأول أيضا الضلع الثاني أحباء الطلاب هو ميم نون أيضا يمثل نصف قطر في الدائرة ميم إذن الزاوية المركزية رأسها في مركز الدائرة وضلعها أحباء الطلاب أنصاف أقطار نرى مثالا آخر أحباء الطلاب أيضا الدائرة ميم هنا أيضا نقوم برسم أي زاوية مركزية أخرى انتبه جيدا إلى هذا الرسم لاحظ معي الضلع الأول هو سين ميم والضلع الثاني هو ميم صاد أيضا نقول الزاوية سين ميم صاد أيضا هي زاوية مركزية انتبه معي جيدا إلى التفسير معا على الشاشة إذن نقول زاوية سين ميم صاد لاحظ هنا أن المركز أحباء الطلاب هو ميم هو رأس الزاوية هي زاوية مركزية وبالتالي نفسر معا الكلمات التالية لاحظ الجملة الأولى أحباء الطلاب رأس الزاوية هو مركز الدائرة رأس الزاوية هو مركز الدائرة وهو النقطة ميم إذن الرأس هنا أو رأس الزاوية هو مركز الدائرة أما أحباء الطلاب الضلع الأول هو سين ميم لاحظ معي الضلع الأول سين ميم يمثل نصف قطر في هذه الدائرة ميم أيضا الضلع الثاني أحباء الطلاب هو صاد ميم يمثل أيضا نصف قطر في الدائرة ميم إذن أحباء الطلاب زاوية مركزية اسمها سين ميم صاد رأسها هو مركز الدائرة والضلع الأول والضلع الثاني هما أنصاف أقطار في الدائرة نرى معا التعريف الثاني وهو طبعا مفهوم الزاوية المحيطية لنقرأ معا أحباء الطلاب هي الزاوية التي يقع رأسها على الدائرة إذن الزاوية المحيطية يقع رأسها على الدائرة وضلعاها وتران في الدائرة لنرى معا المثال التالي يوضح لنا زاوية مشيطية لاحظ معي الدائرة ميم هنا ولاحظ أيضا الضلع الأول هو سين صاد والضلع الثاني أحباء الطلاب هو صاد عين أيضا يمثل وطر في هذه الدائرة إذن لاحظ معي رأس الزاوية على الدائرة أحباء الطلاب والضلع الأول والضلع الثاني وتران في هذه الدائرة إذن نقول معا أحباء الطلاب زاوية سين صاد عين هي زاوية محيطية هي زاوية محيطية لنقرأ معا التفسير التالي أحباء الطلاب على الشاشة انتبه أولا إلى رأس الزاوية رأس الزاوية أين يقع أحباء الطلاب يقع على الدائرة هو النقطة صاد لاحظ معي النقطة صاد أحباء الطلاب هي رأس الزاوية وبالتالي تقع على الدائرة إذن تحقق الشرط الأول أما الشرط الثاني أحباء الطلاب الضلع الأول والضلع الثاني يمثلان وتران نرى معا الضلع الأول هو سين صاد يمثل وتر في الدائرة ميم لاحظ لن يمر بالمركز أما الضلع الثاني أحباء الطلاب هو الضلع صاد عين أيضا يمثل وتر في هذه الدائرة ميم أيضا لا يمر بالمركز إذن أحباء الطلاب نقول أن الزاوية سين صاد عين هي زاوية محيطية إذن أذكرك مرة أخرى عزيز الطالب أن الزاوية المركزية هي الزاوية التي يقع رأسها في مركز الدائرة وضلعها أنصاف أقطار في الدائرة أما الزاوية المحيطية فهي الزاوية التي يقع رأسها على الدائرة وضلعها وتران في هذه الدائرة بإذن الله بعد فاصل قصير سنستنتج العلاقة بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية المشتركة معها في نفس القوس انتظروني أهلا وسهلا بكم أحباء الطلاب من جديد تعرفنا قبل الفاصل أحباء الطلاب على مفهوم الزاوية المركزية ومفهوم الزاوية المحيطية الآن نستنتج العلاقة بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية المشتركة معها في نفس القوس لنرى النظرية التالية قياس الزاوية المركزية يساوي ضعفي الزاوية المحيطية المشتركة معها في نفس القوس في البداية لاحظ معي كلمة ضعفي ونريد التفرق بين كلمة ضعف وضعفي الضعف أحباء الطلاب هو المثل أما ضعفي فتعني قياس الزاوية مرتين إذن قياس الزاوية المركزية يساوي ضعفي الزاوية المحيطية بشرط المشتركة معها في نفس القوس لاحظ معي أزيز الطالب الدائرة ميم سنقوم برسم زاوية مركزية وزاوية محيطية طبعا تشتركان في نفس القوس إذن لاحظ معي الزاوية المركزية هنا أحباء الطلاب الضلع الأول هو سين ميم والضلع الثاني هو ميم عين إذن الزاوية المركزية هي سين ميم عين لاحظ في البداية قوس الزاوية المركزية هو القوس سين عين الآن نقوم برسم زاوية محيطية أيضا على نفس القوس وهو سين عين إذن نقوم برسم الزاوية المحيطية أحباء الطلاب هي سين لاحظ معي صاد عين إذن الزاوية المحيطية هنا هي سين صاد عين لاحظ معي الضلع الأول هو سين صاد هو وطر في الدائرة ميم والضلع الثاني أحباء قلاب هو صادعين أيضا يمثل وطر في هذه الدائرة ميم الآن انتبه معي جيدا منذ البداية القوسين عين مشترك بين الزاوية المحيطية والزاوية المركزية إذن لو قمنا أحباء قلاب بتطبيق مفهوم النظرية قياس الزاوية المركزية يساوي ضعفي الزاوية المحيطية نتأكد معا برسمة بسيطة لاحظ هنا قياس الزاوية المركزية باللون الأحمر انتبه جيدا سيتحرك إلى اليمين وقياس الزاوية المحيطية باللون الأصفر لاحظ معي المركزية ضعفي المحيطية بمعنى أننا نقوم أحباء الطلاب بقياس الزاوية المحيطية مرتين سيكون نفس قياس الزاوية المركزية لاحظ معي القياس الأول للزاوية المحيطية يتحرك إلى اللون الأحمر أيضا مرة أخرى قياس الزاوية المحيطية انتبه معي جيدا أيضا سيتحرك إلى اللون الأحمر إذن قياس الزاوية المحيطية مرتين يعطي نفس قياس الزاوية المركزية وبذلك نقول أحباء الطلاب أن قياس الزاوية المركزية يساوي ضعفي الزاوية المحيطية طبعا المشتركة معها في نفس القوس إذن نكتب بالكلمات أحباء الطلاب أن قياس الزاوية المركزية هي الزاوية سين ميم عين يساوي ضعفي أي 2 ضرب أحباء الطلاب قياس زاوية سين صاد عين إذن قياس الزاوية سين ميم عين وهي الزاوية المركزية يساوي 2 ضرب قياس الزاوية سين صادعين وهي الزاوية المحيطية إذن القاعدة الأولى المركزية ضعفي المحيطية أو قياس الزاوية المركزية يساوي ضعفي الزاوية المحيطية أحباء الطلاب لو قلت لك قياس الزاوية المحيطية لاحظ معي قياس الزاوية سين صاد عين سيكون نصف قياس الزاوية المركزية المشتركة معها في نفس القوس وبالتالي قياس الزاوية سين صاد عين يساوي نصف ضرب قياس الزاوية طبعا المركزية وهي سين ميم عين إذن انتبه معي جيدا إلى هاتين العلاقتين أحباء الطلاب قياس الزاوية المركزية يساوي 2 ضرب قياس الزاوية المحيطية أو قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف ضرب قياس الزاوية المركزية طبعا نتحدث المشتركة معها في نفس القوس لنرى معا التطبيقات التالية المثال يقول أحباء الطلاب جد قياس الزاوية المجهولة في الأشكال التالية أو الآتية حيث ميم يمثل مركز الدائرة انتبه معي جيدا إلى الشكل الأول لاحظ معي الشكل الأول لاحظ هنا الزاوية سين صاد عين هي زاوية محيطية قياسها 30 درجة المطلوب من السؤال أحباء الطلاب هو إيجاد قياس الزاوية سين ميم عين في البداية أحباء الطلاب لا بد أن تفكر معي جيدا في نص النظرية السابقة قياس الزاوية المركزية يساوي ضعفي الزاوية المحيطية المشتركة معها في نفس القوس هل هذا السؤال أحباء الطلاب يتعلق بالنظرية السابقة انتبه معي جيدا المطلوب قياس زاوية مركزية قوسها القوس سين عين والمعلوم قياس زاوية محيطية أيضا قوسها القوس سين عين إذن زاوية مركزية وزاوية محيطية تشتركان في نفس القوس مباشرة تقول أحباء الطلاب قياس الزاوية المركزية يساوي ضعفي الزاوية المحيطية لنرى في البداية الحل أحباء الطلاب الزاوية سين ميم عين لاحظ معي هي زاوية مركزية الزاوية سين ميم عين هي زاوية مركزية وقوسها القوس سين عين أما الزاوية الثانية هي الزاوية سين صاد عين هي زاوية محيطية وقوسها القوس سين عين إذن زاوية سين صادعين هي زاوية محيطية إذن زاوية مركزية وزاوية محيطية تشتركان في نفس القوس إذن مباشرة أحباء الطلاب نقول أن قياس الزاوية المركزية يساوي ضعفي الزاوية المحيطية إذن لاحظ معي قياس الزاوية سين ميم عين يساوي 2 ضرب قياس الزاوية سين صادعين وبالتالي أحباء الطلاب إذن قياس الزاوية المركزية يساوي ضعفي قياس الزاوية المحيطية طبعا سيساوي أحباء الطلاب 2 ضرب انتبه معي جيدا قياس الزاوية سين صادعين هو 30 درجة وبالتالي قياس الزاوية سين ميم عين يساوي 2 ضرب 30 درجة ويعطي 60 درجة إذن قياس الزاوية سين ميم عين هو 60 من الدرجات المثال التالي أحباء الطلاب انتبه جيدا إلى هذا المثال أيضا الشكل يمثل أحباء الطلاب زاوية مركزية ألف ميم جيم وزاوية محيطية ألف باجيم طبعا تشتركان في نفس القوس ألف جيم لاحظ معي المعطى في السؤال أن قياس الزاوية المركزية هو 150 درجة ما هو المطلوب أحباء الطلاب؟ أكيد هو إيجاد قياس الزاوية المحيطية وهي الزاوية با إذن لاحظ معي عزيز الطالب أن الزاوية ألف ميم جيم هي زاوية مركزية هي زاوية مركزية الرأس في مركز الدائرة والضلع الأول والضلع الثاني يمثلان أنصاف أقطار أما الزاوية الثانية هي الزاوية ألف باجيم ألف باجيم هي زاوية محيطية طبعا الرأس على الدائرة والضلع الأول والضلع الثاني يمثلان وتران في هذه الدائرة ولاحظ أيضا أنهما يشتركان أو تشتركان في نفس القوس القوس هنا أحباء الطلاب هو ألف جيم إذن زاوية مركزية وزاوية محيطية أحباء الطلاب تشتركان في نفس القوس إذن مباشرة تقول أن الزاوية المركزية ضعفي الزاوية المحيطية أو الزاوية المحيطية تساوي نصف الزاوية المركزية وبالتالي أحباء الطلاب نقول أن قياس الزاوية ألف باجيم يساوي نصف ضرب قياس الزاوية ألف ميم جيم إذن نصف ضرب قياس الزاوية ألف ميم جيم وبالتالي أحباء الطلاب قياس الزاوية ألف باجيم أذكرك هي الزاوية المحيطية يساوي نصف ضرب الزاوية المركزية قياسها 150 درجة التبسيط هنا أحباء الطلاب بالقسمة على 2 لـ 150 والقسمة على 2 في المقام إذن يعطي الناتج 75 إذن قياس الزاوية ألف باجيم هو 75 من الدرجات إذن قياس الزاوية المحيطية أحباء الطلاب انتبه معي جيدا أو قياس الزاوية با سيعطي 75 من الدرجات المثال التالي أحباء الطلاب انتبه معي جيدا إلى هذا الشكل المرسوم لاحظ معي النقاط ألف وجيم وبا تقع على الدائرة والنقطة سين تقع خارج الدائرة طبعا حيث مين مركز الدائرة لاحظ معي المعلوم أحباء الطلاب قياس الزاوية سين يساوي 40 من الدرجات وقياس الزاوية جيم با سين يساوي 30 من الدرجات المطلوب الأول أحباء الطلاب هو إيجاد قياس الزاوية ألف جيم با لاحظ معي الزاوية ألف جيم با هي زاوية خارج أحباء الطلاب عن المثلث سين با جيم إذن الزاوية ألف جيم با هي زاوية خارج عن المثلث لاحظ معي المثلث سين با جيم وبالتالي قياس الزاوية الخارجة يساوي مجموع الزاويتين الداخليتين ما عدا المجاورة لها وبالتالي أحباء الطلاب نقول هنا أن قياس الزاوية ألف جيم با يساوي مجموع قياسي الزاوية سين والزاوية جيم با سين طبعا الزاوية المجاورة هي الزاوية سين جيم با طبعا نقوم باستبعادها أحبائي الطلاب إذن قياس الزاوية ألف جيم با وهي المطلوبة يساوي قياس الزاوية جيم با سين جيم با سين زائد قياس الزاوية جيم سين با وبالتالي يصبح قياس الزاوية ألف جيم با يساوي قياس الزاوية جيم با سين طبعا هي ثلاثون من الدرجات زائد قياس الزاوية جيم سين با أربعون من الدرجات وبالتالي ثلاثين زايد أربعين يعطي سبعين من الدرجات إذن قياس الزاوية ألف جيم با وهي المطلوب الأول يعطي سبعين من الدرجات إذن قياس الزاوية ألف جيم با هي سبعون من الدرجة الآن انتبه معي إلى المطلوب الثاني أحباء الطلاب لاحظ معي المطلوب الثاني هو إيجاد قياس الزاوية ألف ميم با الآن ركز معي في هذه الكلمات التالية الزاوية ألف ميم با هي زاوية مركزية وقوسها القوس ألف با الآن نريد ربط هذه الزاوية المركزية بزاوية محيطية تشترك معها في نفس القوس لاحظ معي الزاوية المحيطية المرسومة على القوس ألف با طبعا أكيد تقول معي الزاوية ألف جيم با وبالتالي زاوية مركزية تشترك مع الزاوية المحيطية في نفس القوس إذن تقول مباشرة أن الزاوية المركزية ضعفي الزاوية المحيطية إذن نفسر الكلمات التالية زاوية ألف ميم با هي زاوية مركزية أحباء الطلاب طبعا زاوية مركزية رأسها في مركز الدائرة وضلعها أنصاف أقطار أما الزاوية الثانية أحباء الطلاب الزاوية ألف جيم با الزاوية ألف جيم با هي زاوية محيطية أيضا تشتركان لاحظ معي تشتركان في القوس ألف با إذن زاوية مركزية كما قلنا تشترك مع زاوية محيطية في نفس القوس إذن نقول أن الزاوية المركزية ضعفي الزاوية المحيطية إذن قياس الزاوية ألف ميم با يساوي 2 ضرب قياس الزاوية ألف جيم با وبالتالي أحباء الطلاب المركزية يساوي أو المركزية قياس الزاوية المركزية يساوي ضعفي الزاوية المحيطية إذن قياس الزاوية ألف ميم با وهي الزاوية المطلوبة يساوي 2 ضرب لاحظ معي الزاوية ألف جيم با تساوي 70 من الدرجات وبالتالي 2 ضرب 70 يعطي 140 من الدرجات إذن قياس الزاوية ألف ميم با يساوي 140 درجة إذن نقول لاحظ معي أن الزاوية ألف ميم با قياسها 140 من الدرجات انتبه معي جيدا عزيز الطالب يمكن في السؤال يكون مطلوب واحد وهو إيجاد قياس الزاوية ألف ميم با مباشرة إذن تقوم بربط الزاوية ألف ميم با وهي زاوية مركزية مع زاوية محيطية تشترك معها في نفس القوس هي الزاوية ألف جيم با ثم تبحث عن طريقة لإيجاد قياس الزاوية ألف جيم با إذن أحباء الطلاب بختام هذا السؤال نكون قد وصلنا إلى نهاية جزئنا الثاني أحباء الطلاب نتعرف إن شاء الله بعد الفاصل على نظرية نص على الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة تكون قائمة فانتظروني الآن أحباء الطلاب عدنا إليكم من جديد لنستنتج معا أن قياس الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة أو على قطر الدائرة تكون قائمة لاحظ معي المثال أحباء الطلاب انتبه معي جيدا إلى المثلث ألف جيم با لاحظ أن الضلع جيم با يمر بمركز الدائرة وبالتالي يسمى أحباء الطلاب قطر في هذه الدائرة في البداية لاحظ أن المثلث ألف جيم با مرسوم في النصف الأعلى أو في الجزء الأعلى أحباء الطلاب من الدائرة لاحظ هنا أن المطلوب من هذا السؤال هو إيجاد قياس الزاوية جيم ألف با الزاوية جيم ألف با ماذا تمثل أحباء الطلاب؟ تمثل زاوية محيطية في هذه الدائرة لاحظ معي قوسها ما قوسها أحباء الطلاب القوس جيم با هل توجد زاوية مركزية تشترك مع هذه الزاوية المحيطية في نفس القوس؟ نبحث معا أحباء الطلاب انتبه إلى الشكل إنها الزاوية جيم ميم با جيم ميم با هي زاوية مركزية رأسها في مركز الدائرة وقوسها القوس جيم با إذن زاوية مركزية وزاوية محيطية تشتركان في نفس القوس وبالتالي نقول أن قياس الزاوية المحيطية وهي المطلوبة تساوي نصف الزاوية المركزية لنرى معا الزاوية جيم ميم با هي زاوية مركزية كما قلنا أحباء الطلاب والزاوية جيم ألف با أحباء الطلاب هي زاوية محيطية أيضا الرأس على الدائرة وضلعاها وتران إذن نقول أن قياس الزاوية المحيطية طبعا تشتركان في نفس القوس وهو القوس جيم با إذن نقول أن قياس الزاوية المحيطية وهي جيم ألف با إذن قياس الزاوية جيم ألف با يساوي نصف ضرب قياس الزاوية جيم ميم با الآن السؤال يقول من أين نجد قياس الزاوية جيم ميم با لعلك تقول أحباء الطلاب أن زاوية جيم مين با هي زاوية مستقيمة هي زاوية مستقيمة وقياس الزاوية المستقيمة هو 180 من الدرجات وبالتالي قياس الزاوية جيم ألف با يساوي نصف ضرب قياس الزاوية جيم مين با وهي 180 من الدرجات إذن بالتبسيط نصف ضرب 180 تعطي أحباء الطلاب 90 من الدرجات إذن قياس الزاوية جيم ألف با هي 90 درجة إذن قياس الزاوية جيم ألف با يساوي 90 درجة إذن نستنتج أحباء الطلاب نصف النظرية التالية تبه معي جيداً الزاوية المحيطية المرسومة على قطر الدائرة أو المرسومة في نصف دائرة تكون قائمة أي قياسها 90 من الدرجات لنرى معاً الشكل المجاور انتبه معي جيداً المثلث ألف با جيم مرسوم في نصف دائرة بمعنى أن الزاوية ألف أحباء الطلاب زاوية محيطية مرسومة في نصف دائرة أو أحباء الطلاب مرسومة على قطر الدائرة أي الضلع الثالث يمثل وطر في هذه الدائرة لاحظ أن الزاوية با ألف جيم هي زاوية محيطية أيضاً أحباء الطلاب انتبه معي جيداً رأس الزاوية هو النقطة ألف والضلع الأول يمثل وطر والضلع الثاني يمثل وطر إذن زاوية با ألف جيم تسمى زاوية أحباء الطلاب محيطية ملاحظة نقرأها معاً أحباء الطلاب الضلع با جيم يمثل قطر في الدائرة ميم وبالتالي نقول أحباء الطلاب معاً أن الزاوية المحيطية وهي الزاوية ألف التي ترسم في نصف دائرة أو ترسم أحباء الطلاب على قطر الدائرة يكون قياسها تسعون من الدرجات إذن انتبه معي جيداً أن زاوية با ألف جيم مرسومة على قطر الدائرة وبالتالي نقول أن قياس زاوية با ألف جيم أحباء الطلاب يساوي تسعين من الدرجات إذن الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة تكون قائمة لنرى معاً المثال التالي جد قياس الزاوية المجهولة المعلوم هنا لدينا قياس الزاوية با يساوي خمسون من الدرجات لو أحباء الطلاب طلب منك إيجاد قياس الزاوية ألف وإيجاد قياس الزاوية جيم تقول مباشرةً أن قياس الزاوية ألف انتبه معي جيداً أن قياس الزاوية ألف هو تسعون من الدرجات لماذا؟ انتبه جيدا أن الزاوية با ألف جيم هي زاوية محيطية ومرسومة في نصف دائرة وبالتالي مباشرة نقول أن قياس هذه الزاوية وهي با ألف جيم يساوي 90 من الدرجات الآن ما هو المطلوب الثاني؟ أكيد المطلوب الثاني هو إيجاد قياس الزاوية جيم مباشرة تقول المثلث ألف با جيم مجموع قياسات زوايا هذا المثلث هي 180 من الدرجات وبالتالي قياس الزاوية جيم أحباء الطلاب زائد قياس الزاوية ألف زائد قياس الزاوية با يعطي 180 من الدرجات وبالتالي قياس الزاوية جيم سيساوي انتبه معي جيدا 180 ناقص مجموع قياسي الزاويتين الأخريين وبالتالي 180 ناقص 90 زائد 50 لاحظ معي 90 زائد 50 يعطي 140 إذن 180 ناقص 140 وبالتالي يعطي 40 من الدرجات إذن قياس الزاوية جيم أحباء الطلاب يعطي 40 من الدرجات بختام هذا المثال أحباء الطلاب أو هذا التذكير نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نتمنى من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في عرض وتقديم هذا الدرس وإلى اللقاء في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة